هل صحيح أن الأديان سلاح بشري لممارسة العنف؟ هل اخترعها الإنسان حتى يكون هذا العنف له شرعية إلهية؟ هل صحيح أن العنف غريزي عند الإنسان؟ هل هو سبب استمراره ونجاحه في السيطرة على كل الكائنات الحية؟ هل هذا العنف هو سبب كل الحروف؟ هل اخترع الإنسان الأديان حتى تكون دموياته مدعومة من الله؟ أم أن الأديان هي التي خلقت العنف عند الإنسان؟ هل كان موجودا قبلها؟ هل هذا العنف المقدس أوجدته اليهودية والمسيحية والإسلام؟ أم أن العنف سابق على وجودهم؟ لماذا لم تكن معك حروب دينية قبل وجود الأديان الإبراهيمية؟ مهم أن أقول أن الأسئلة في البرنامج ده مش بتعبر عن رأيي بالضرورة لكن بالتأكيد بتعبر عن دوري كصحفي شغلته السؤال أهلا بكم في حوارات شعيب لا يجاوب على سنة النهاردة الأستاذ منصور الناصر وهو شاعر وإعلامي ومفكر عراقي مقيم في هولندا منذ 2008 صدرت لهم أجموعات شعرية ومتخصص في قضايا الفلسفة ويصدر له قريبا كتاب بعنوان أوهام الدين أهلا بك صديقي منصور الناصر بشرفني ومنورني أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أتشرف بحضوري معاك في هذه القناة المهمة جدا والتي قدمت نقاشات وطرحت قضايا لا زالت تثير كثير من التساؤلات وما زالت تشغل بال الناس جميعا الله يخليك إحنا سؤالنا كبير المهاردة مين اللي أنتق مين يعني مين الأول الدين هو الذي أنتق العنف ولا العنف هو اللي أنتق الدين هو اللي خلق الرغبة أو الضرورة للدين مين اللي سبق مين منصور أنا في رأيي بعد يعني كنت أفكر بهذا الموضوع بشكل كبير وقرأت كثير من الدراسات والبحوث وطرحت كثير من الأفكار من المفكرين والباحثين لكن بعد ذلك توصلت إلى نتيجة أعتقد بها بأن العنف الدين هو نتيجة للعنف وليس أن الدين هو الذي ينتج العنف فقط الدين عندما ينتج العنف هو ينبي حاجة العنف الموجودة داخل أفراد البشر فهذا سبب ماذا؟ سبب للإنسان كائن ليس كائن إلهي إنما كائن هو بسيط كائن لديه حاجاته ومتطلباته فبالتالي هذه الحاجات جميعا لا يمكن توفيرها بدون ممارسة العنف العنف بالتالي هو الطاقة بشرية كامنة يستثمرها الإنسان على أشكال مختلفة مثلا على شكل جماعة على شكل دين على شكل دولة في الأصول الحديثة وهذا الإنسان بدون هذا الطاقة يعني لا بد أن نعترف بصراحة بأن هذا لا يمكن بدونها أن نأسس أي جماعة بشرية يعني العنف هو لا يمكن أن يكون عنف غير موجه بين البشر العنف تجاه الحيوان لا يسمى عنف يسمى شيء آخر بالتالي إحنا الآن هذا الطريقة اللي بالتفكير ما فائدتها ليش اتحدث اكتشبت هاي الطريقة لأنها ستقدم لنا تفاسير وأجوب على كثير من أشياء الغامضة التي طالما الناس بحثوها ولم يجدوا إجابة مقنعة لحد الآن ودليل لو تأمننا حوادث تاريخها ماذا نجد؟ نجد أن الأديان والحركات اللي ما تعتمد العنف كعامل محرك لها تفشل ولا تتواصل وهذا معروف لكن ما هو غير الشعق وغير الموجود أنه لا يوجد دين متسامح ولا يمتلك بس أنت منطلق من الفكرة الأساسية أن العنف جزء من جينات الإنسان يستند على بحث علمية يستند على إيه يعني دي الفكرة الأساسية أن العنف كامل قوة الإنسان هو بالتأكيد كامل ولا كيف هي أيش كيف تأكل لا بد أن تفعل شيئا ما عندما تخرج لما تولد لا بد أن تفعل شيئا ما تجاه الآخرين عندما تريد أن تأكل شيئا لا بد أن تمارس عملية عنف لا بد أن تقتل تقتل حيوان حتى تأكله فهذه العملية هي موجودة في صلب التكوين الإنسان الإنسان لا يعيش بدون ممارسة العنف نحن نطلق تسبيات مختلفة لكن الجوهرة هو عنف وليس ظاهرة للتفسير للتفسير أقول أن هناك حاجة دائما جماعية عند الناس عموما للقيام بأمر ما وأي فعل يتطلب بالضرورة ممارسة عنف بشكل أو من الأشكال بجرجة من درجات العنف والقوة وصرف طاقة بالنهاية على هذا الموضوع فكيف يمكن تنفيذ هذه الحاجة وسط نظام اجتماعي معقد ومتعدد القوة لا بد من البحث عن وسيلة لتبرير العنف اللازم فإله لتحقيق هذه الحاجة سأضرب مثالا معروفا عن الرسول محمد ودعوته وأيضا دعوة المسيحية ودعوات الكثيرة التي معروفة عبر التاريخ الآن سأشرح هذا المخطط أو هذا الموديل بالبداية لدى كل إنسان كما نرى من جانب الأيمن أن هناك نزعة طبيعية للأنف داخل كل إنسان بل كل كأن حي هذه النزعة تتجسد كيف؟ ما دام للإنسان والكأن الاجتماعي فهذه تتجسد في صورة إله هذا الإله مع الزمن تطور وأصبح سلطة شرعية وجرى المزج بين الاثنين لأننا ما زلنا مجتمعات وكائنات ليست جماعية واجتماعية بالكامل أو لم تنفصل عن مرحلتها عن النزعة البداية داخلها فما زال الإله أو فكرة الإله بحاجة إلى هذا الإنسان لكي يتصور لكي يبرر أو يضفي على مفهوم أو نزعة الأنف داخله والأدوان على الآخرين يضفي عليها رمزية ما أو تنسب إلى إله أو قوى غيبية ما وفعلا نزعة الأنف داخل الإنسان هي توحي بأنها شيء غيبي وغريب عجيب يأتي من مكان ما لا يدركه الإنسان على كل حال هذه النزعة تتجسد عبر إله وثم تتطور كما في عصرنا الحالي إلى سلطة شرعية أيضا هذه السلطة عندما ماذا ينتج عن هذا المسار في هذا الموديل فينتج عن أن هناك نزعة خفية لممارسة العنف لا يجوز أن يمارس الإنسان العنف بدون وجود مبررات هذا أمر كان ممكن يوجد لدى الكائنات البدائية أو الكائنات غير البشرية يعني ما زالت تتصف بصفة الحيوانية الإنسان يحتاج إلى أن يعمل عقله في هذا الأمر ويحاول أن يبرر العنف فهذه النزعة الخفية تظهر عن طريق طرق متعددة أولا الطريقة الأولى الأخيرة حسب الزمن الأحدث زمنا دولة حديثة أو تظهر عن طريق جماعات وأديان ثم مجتمعات جماعة مجتمعات أو جماعات متنافسة هذه في العصور يعني طوال العصور موجودة هذه الحالة أما الدولة الحديثة فهي مسألة حديثة من اسمها والحديث يعني مو قرن الخامس عشر لا أقصد به القرن الحديث يعني القريب أو يعني شبه المعاصرة أو القرن التاسع عشر قرن الـ 20 والـ 21 أيضا هذه تنتج هذه النزعة الخفية ثقافات وحضارات مختلفة طبعا هاي كلها تتغلف تحت غلاف يسمونها أديان سلام ودول مسالمة بالحقيقة هي الدول عنيفة في طبيعتها وكل ما تفعله هو يعني محركة الأساسية هو العنف والحاجة لممارسة العنف للحصول على الماء والكلاء بالتعبير القديمي التراثي نحن نقدر نشوف بأن هذه النزعة الطبيعة للعنف هي التي تفسر ظاهرة الدين وليس العكس نحن ماذا نفعل نأتي إلى النزعة الخفية للعنف ونذهب نمشي بالطريق المعاكس ونقول هذه لا تمثل الإله أو السلطة الشرعية والحقيقة هذا كذب علني وأيضا هو جزء من فكرة الوجود لأنه أنت لا تستطيع أن تفضح القضية القضية التي الكل يتحدث بها لأن هذا تجد الإنسان المتدين مجرد أن تتحدث عن الدين رأسا يقفز في وجهك ويقولك لا تتحدث لماذا؟ لأن هناك نزعة خفية أنت كشفت كشفت السر العظيم لأنه كل الناس تعودوا على أن هذا الدين لا هو صحيح مطلق لا يمسو شيء ورح تحدث عن كيف يتم تحويل اللقب بين السياسي والديني في هذا الموديل فالنزعة الخفية للعنف دائما تحاول أن تغطي نفسها أو لا تفضح نفسها عن طريق إله أو سلطة شرعية تبرير السلطة شرعية كما يعني دول الناس اللي مثلا حنا آراندت تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع السلطة كيف تغطي نفسها أو الموظفين كيف يبررون كل فعالهم عن طريق السلطة أيوة يعني دينا أدلة تانية على أن العنف كامل في الإنسان يعني نعم الأدلة كثيرة جدا خير مثال مثلا الدين الإسلامي الأديان مختلف الأديان الدين المسيحي الدين اليهودي عندما نطلع على التوراة والإنجيل ونجد العمليات الذبح المتواصلة ضد الشعوب الأخرى ويفتخرون بهذه المسألة وكثير من الكتب الآن عشرات المؤلفات تحاول تبرير ما حصل والحيط تبرير بسيط جدا أن هذه الأديان هي نتيجة شكل من أشكال العنف شكل منظم ومحاولة لتنظيم عمل هاي الطاقة الطاقة العنف الكاملة للآخر الإنسان فهذا هي اللي مثلا عندما أنت تيجي الآن يجيك شخص مثلا الرسول محمد عندما تقرأ السيرة وراح أتكرلك نص كتبه مرج اليوث حول سيرة الرسول عندما تقرأ سيرة الرسول مين اللي أنت ذكرته دوت مستشرق شهير اسمه مرج اليوث أو مرج اليوث رح أقضي نص رح أقرأ حتى تعرف ماذا أقصد أقصد بأنه هذه اللي تسيرة قدما نقرأ هل يستغرب هل يؤقل أن هذا النبي الكريم هو يمارس هذه الأشياء هل يمارس عمليات اختيال وتورد وكأنه منجزات فهذا يفسر أن لماذا الإنسان يرغب بالأنف أصلا يفسر لماذا الإنسان يؤمن بالدين أصلا أبدا الإنسان الأول الإنسان الأول اللي هو يعني معتمد على الصيد وعلى أنه يميد ييده وعلى الشجر يميد الأكل يعني هل ده أنت بتعتبر ده ده مظهر من مظاهر العنف الكاملة في الإنسان كنوع من الدفاع عن النفس أو كنوع من استمرارية الحياة طبعا هو هذا الشيء لأنه لا تعيش بدون العنف عندما تأكل عندما تحرث الأرض ما لا تفعل تثقب الأرض وتحرثها وبعد ذلك تطلع النباتات وتقطع النباتات وتقطع رأس الدجاجة وتقطع رأس الحيوان بل وتقدمه قربانا للإله والإله نفسه لا تختار إلها إلا إلها عنيفا إله الحرب معظم الآلهة التي نجحت عبر التاريخ هي آلهة حرب حتى إلهة الحب اللي هي أشتار هي إلهة حرب فبالتالي وتسمى إلهة حب عملية ممارسة الحب مع إمرأة أو حتى قبلها هي ممارسة عنيفة بجوهر لكن أنا لا بس دي مبلغة الحب كمان مبارسة عنيفة دي مبلغة برضو مبلغة كبيرة منك يعني لهو ممارسة عنيفة كيف ممكن أن تثقب جدار الرحم مثلا غير تويت ممارسة عملية عنيفة ممارسة جلسية ممارسة عنيفة بطريقة وباخرى الولادة هي ولادة عنيفة الشيء مؤلم الألم يختلط مع المتعة أحيانا المازوشية ما هي المازوشية والسادية ما هي هذه المظاهر هي نوع من النضح وهذا بئر يعني عندما نجي الآن عندما تتيجي الباطن للأرض تجد مثل البركان الآن البركان كيف ينفجر البركان هو الدين أبارع عن البركان هذا البركان هو الذي يتحتقن داخل حمام الملتهبة والتي يسميها الأنف حتى وضحي فكرة داخل الإنسان هناك حاجة للأنف غريزة أو دافئ للأنف داخل باطن الأرض هناك أيضا حمام ملتهبة وتريد أن تخرج عندما تخرج من باطن الأرض تسمى بركان عندما تخرج من داخل الإنسان تسمى دين الدين هو بالضرورة هو من نتاج أو نتيجة أو ظاهرة من ظواهر العنف وليس يعني معنى آخر أن الدين ليس ظاهرة تحتاج إلى تفسير إنما الدين تفتير لظاهرة هي أقصد العنف حتى لا تختل هو الإنسان الأول الإنسان البداية الأول هو بيروح يصطاد ومحتاج الدين في إيه يعني يعني هو أصلا خلينا أكمل السؤال بلاء على نظريتك هو أصلا بيمارس العنف كنوع ونوع من الحماية النفس فهو محتاج الدين في إيه هذا السؤال مهم جدا أشكرك عليه الفكرة أين أنه أنت عندما تكون لوحدك أنت لا تحتاج لممارسة العنف أنت تمارس الحياة بشكل طبيعي تأكل الثمر لا تسمىها عملية عنيفة لكن عندما تجتمع مع الآخرين تحتاج إلى ممارسة العنف تحتاج إلى ممارسة العنف المنظم وكيف يتشكل هذا العنف أما أن تمارسه مع بعضكم بعد ذلك يحدث الطرف المتغلب وهذا المتغلب هو الذي يحتكر أدوات العنف ويحتكر سلطة العنف الآخرين يتبعونه لماذا؟ لأنهم بحاجة إلى تفريق شهنة العنف داخلهم وهذه تطورت عبر التاريخ وهذا السبب الإنسان تطور بأكمل الدين هو أكبر عامل من عوامل تطور الإنسان لماذا؟ نعم بسأل ما نروح للدين دلوقتي إحنا جماعة بشرية عايشينا هو عند الإنسان الأول محتاجين الدين في إيه؟ إحنا بنمارس العنف سواء انتجاه جماعات أخرى أو انتجاه في الطبيعة علشان نحمي نفسنا وعشان ناكل وعشان نشرب وعشان وعشان يعني فين الدين؟ هحتاج الدين في عشان العنف ليه؟ أنا قرتي بممارس العنف الآن مثلا نلتقينا عنها عشرين فردا عشرون فردا التقينا معا كيف ننظم عملية العنف فيما بيننا؟ نقتل بعضنا فبالتالي لا بد من وجود نظام للألاقات فيما بيننا هذا نظام للألاقات أسميه دينا هذا نظام للألاقات تطور مع الزمن لأنه لا يمكن العنف عندما يستشري داخل المجتمع ولا يحتكره جهة من الجهات لن تكون هناك مجتمع لن يكون هناك ربما البشر لم يستطع الاستمرار حتى يومنا هذا للقرض ومنذ زمن بعيد الدين كان عامل أساسي في تطور الإنسان لماذا؟ لأنه نظم عملية العنف طب يعني إيه نظم العنف؟ يعني عملية عمل إيه؟ مثلا جعل هذه الألاقة بيني وبينك وبين الجماعة البشرية هي جماعة في مكان وزمان محدد جعل هذه الألاقة محكومة بآمر والسيد وهذا السيد يخاف منه الجميع ويتبعون أوامره مقابل ماذا؟ مقابل أن يوفر لهم هذه الحاجة الأساسية لممارسة العنف المنظم وأيضا هذا الحاكم يمنع ممارسة العنف الداخلي هذا اللي يسمون المؤمن أخو المؤمن أيها بس هل تتكلم عن الحاكم مش عن الدين في فرق؟ يعني الحاكم أنا يجي حاكم هو اللي هيبقى القائد بتاعنا أخبالك وهو اللي هيرشدنا في مثلا في الحروب على القبائل التانية أو الجماعات التانية هو اللي يعني هينظم الموضوع ده حاكم الدين موضوع مختلف ولا إيه رأيك؟ لا هو الدين يعني عندما تجتمع جماعة بشرية حول مجموعة من القيم والعادات والأعراف والطقوس هذه كلها عملية تشكل ما يسميه الأرضية التقافية أو المعرفية أو التقليدية أو الجماعية التي يستمعون فيما بينها لا يمكن أن نعيش معا دون وجود قيم وعادات مشتركة فيما بيننا وأعراف مشتركة هذه القيم تتجسد يجي شخص ينجح في استعمالها وتوظيفها وتكثيفها باتجاه معين يسمونها الجماعة يسموها إله مثلا هذا إله هنا فلان فهذا الإله يصبح رمز لهم رمز لوحدتهم رمز لترابطهم وقدما يجدون جماعة أخرى لا يعرفون هذا الإله الجماعة الأخرى لديهم إله مختلف بالتالي تحدث الصراعات فيما بينهم هذا هو هذا الفكرة إنه ويجي يجي حاكم يسيطر على هاي الجماعة أو لكنه بالحقيقة ليه لا يسيطر إنما ينفذ لها الإرث المشترك الذي يربط الأفراد فيما بينها كلمة religion هي نفسها هي الترابط معناتها الربط يعني هذا التوحيد الجماعة هل أنت تقوله ده يفسر يعني على حسب التاريخ أو على حسب معرفة الواحد بالتاريخ إن كان في عبادة الأسلاف عبادة القادة الخضايم الأسلاف كانت موجودة في الأديان القديمة وما زالت موجودة حتى الآن حتى الأديان الحية الآن موجودة عبادة الأسلاف لأن عبادة الآن بحقها ماذا يعبدون يعبدون حتى السلفية ماذا تعبد تعبد النص القديم تعبد الإله القديم تعبد الصحابة تعبد النبي نفسه هذا يعني عندما تجي تعمق بالموضوع هما يتبروها إساءة لكن هي بالحقيقة هكذا هو بالنسبة لهذا الشيء مقدس المقدس ما هو بس فيه فيه لقطة يعني برضو لو رجالة في التأسيس أنت بتتكلم على إن الدين هو نتاج للعنف وتنظيم العنف لكن هو الدين حتى في المجتمعات القديمة له أدوار تانية يعني هو لدور اجتماعي وتنظيم العلاقات ما بين الجماعة البشرية سواء كانت علاقات ما بين الرجل والمرأة أو ما بين الرجل والراجل أو 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 يعني مش بس تنظيم العنف كان لدور اجتماعي هو الدور الاجتماعي هو هذا اللي يتحدث لك عنه أنه هذا الدور هو الذي يشرف على هذه العملية ويسيطر عليها الدور الاجتماعي هو لا يتوفر بدون وجود رابطة من رابط السلطة يعني هنا هنا تحدث مسألة الدين عندما يمارس السلطة على الجميع هو بمعنى آخر هو يمارس نوع من الضبط الاجتماعي الضبط الاجتماعي كيف يتم؟ لا يتم بدون دين لا يمكن أو دولة أو أي نظام هذا الدين هو المشرب على هذا النظام هو اللي يأسس هذا النظام هو الذي يجعل بالإمكان تجهير النوازع الإنسان الأدوانية وتوظيفها لصالح من لصالح هذه الجماعة المتدينة التي أصبعك متدينة لكي توظف هذه النوازع يعني هي عملية العنف يولد الدين تجتمع جماعة هناك عنف والأنف يولد الدين والدين بعد ذلك هو يصير المنتج للأنف لكن بشكل منظم هو يجمع العنف المتناثر بين الجماعة يجمع ويستقطع ويحاول إلى عنف منظم يعني عبارة عن وحدة توحيد طيب قبل ما نروح لأن الدين بعد كده هينتقوا العنف يعني عايزة رجع معك بس بس هو الدين كان بيجاوب على أسئلة أو بيلبي حاجة عند الإنسان لا علاقة لها بالأنف يعني زي ما بعد الموت يعني ما بعد الموت الإنسان هيروح فيه ده لا علاقة له بالعنف كمان الخوف من الطبيعة في زواهر بتحصل في الكون عند الإنسان الأول يعني زواهر بتحصل في الكون هو مش فهمها فهو بينسبها لأليها يعني هنا يعني والحاكتين دولة لا علاقة لهم بالعنف طبعا بالتأكيد لكن هذه هي نوع من عندما أنت تضبط الجماعة فيما بينها هذه كلها نعتبرها مظاهر لتبرير العنف عندما تبرر العنف الاجتماعي أو الجماعي أو العنف الديني الدين عندما يتشكر كيف يربط بين الجماعة لا بد أن يخترع حيال كبيرة من أبرز هذه الحيال أن هذا الإله هو إله الكون وهذا الإله هو الكل يشعر بالحب له يخلق أوهام كثيرة داخل الجماعة والجماعة نفسها الأفراد هم مستعدون أصلا لأن يصدقوا هذه الأوهام يخلق لقصة القصة تنتشر تثبت نجاح يعني أربعين قصة واحدة منهم تنجح وتصير قصة تكوين والكل يؤمن بها الأمهات ربا أطفالهم على هذه القصة الآباء بعد ذلك تصبح هذه القصة هي المادة الأساسية لتسييس العنف ولتبرير العنف وأيضا عندما تأجل قلقك هذا على الله عندما تمارس يعني هو من أنا كإنسان أول يعني حتى في الإنسان البدائي يعني أن أنا بعد الموت مش هموت وهروح في عالم آخر فيه وهروح مع الأسلاف ومع الإله أو مع الآلهة يعني إيه علاقت ده بالعنف أنا مفهمتش كويس علاقت ده بالعنف إن أنا هروح الجنة مع الآلهة إيه علاقت ده بالعنف لا لا هو أنت عندما أرتبط معك أنا ما هم كيف أفسر عندما هل الآن أنا داخل جماعة معينة كيف أفسر أدواني على الآخرين أقول بأن هذا الإله الذي هو أنا نعترف بأنه هو الذي خلقنا هو الذي أوجدنا هو الذي رزقنا هذا الإله هو الذي يأمرنا بمقاتلة الآخرين لأنهم لا يعترفون بهذا الإله أو أنهم أو يعني أكو عبارة دينية راحة بالي المهم أنهم يكفرون بهذا الإله ويقتصبون حقوق المسلمين أو المؤمنين أو المسيحيين أو البوذيين فهذه الفكرة عندما يأتي الطفل يسأل من هو هذا الإله كذلك هذا الإله هو الذي رزقنا هو الذي يحمينا هو كل شيء هو الذي فيه الذي القصة يشرحوا لك القصة يقدم لك كل الأجوبة إحنا موجودين حتى نعبد هذا الإله إحنا موجودين حتى نعرف حقيقة هاي الكون أحنا ما موجودين بشكل اعتباطي يسوي لك قصة حلوة كيف ممكن أنت بعد ذلك هاي القصة وظيفتها أشبه بالغراء الغراء النجار يعني النجار عندما يربط بين خشبة وخشبة هذا الغراء الذي يربط بين الأفراد الجماعة هذا الغراء يكون متميز بكل دين وكل طائفة و يعرف كل واحد يعرف الآخر عندما تقول السلام عليكم مثلاً تعرف أن الذي يتحدث معك مسلم هذا إشارة هذا هو هذا الغراء عندما قلت الله كريم بسم الله الرحمن الرحيم هاي الأسماء هاي الأبارات المسيحي البوذي يقول لك أشياء أخرى كل واحد يطيك الغراء الخاص به أو الطريقة التي يتعارف الأفراد فيما بينهم داخل الجماعة الواحدة بالضبط مثل النمل النمل عندما يتقارب مع بعضه يفرز مادة فريزون ما أعرف ما اسمها واحد يقاربت هاي بسم الله أو السلام عليكم هي نفس المادة فأنت تستغرب قدما يجيك مثلا واحد في هولندي مثلا قال لك سلام معي يقول لك تستغرب هذا هذا مش من عندنا يعني واضح يعني يعني طب انت تفسد بإيه إن ما كانش فيه إله للحرب بس يعني ده كان فيه إله للمية إله للشمس إله لكذا ما كان كفاية في الحالة دية لو إن هو العنف هو اللي أنت جدين كان كفاية بإله الحق هو الإله الآله جميعا تقريبا يعني عندما تجعل الله هو الله الرحمن الرحيم لكن عندما تحلل ما مفهوم الرحمن الرحيم تجد بداخلها إنه الرحمن على جماعته على الذين يأبدونه على الذين حسن إسلامه عندما تجعل المسيح يقول لك لا يدخل الملكوت إلا المسيح الذي يؤمن به عندما تجعل البودك لا تصل إلى النرفان إلا تؤمن به فبالتالي عندما تؤمن بهذا الأشياء نسيت السؤال ماتك عن الشمس إنه رحت من بالي إنه يعني هي الفكرة إن بناء على نظرية تجدية إن العنف هو أنت جدين نعم لك ما كان كفاء له الحق لا فتعدما تجعل آله هم وكلهم آله لديهم مواصفات مختلفة أنت الجماعة البشرية تحتاج ماء تحتاج غذاء هناك إله للمياه هذا الإله هو الذي راعي هو الرازق هو الذي يكرمنا هو الذي يوفقنا هو الذي في الآخرة عندما نموت سيستقبلنا ويحاسبنا وهو بالحقيقة ليس الإله هو جماعة نفسه شكل الجماعة داخل الذهن الإنسان شكل جماعة يسمي إله الله مثلا عندما تقول الله ما معنى لله عند المسلمين تتحدد مع الياباني لا يفهم ما معنى الإله لكن المسلم يفهم يفهم أنه هي جماعة المؤمنين هذه التي يشرف عليها الإله والإله هو مجرد كلمة ومفهوم حاضر في الذهن البعض يعتقد أنه فعلا موجود وليس موجود الموجود هي جماعة المؤمنين وليس الإله في الحالة لا أعرف لا أعرف لا أعرف لا يوجد حروب الدين فلو أن الدين هو نتاق للعنف كان المفروض لا يوجد حروب الدين هنا لازم ندقيق معنى كلمة أو مفهوم الحروب الدينية وأيضا مفهوم الدين عدما أنت تجعل الشعوب بأكمل السابق مثلا الإمبراطورية الأشورية عدما تغزو الآخرين ماذا تقول تقول الإله أشور أمرنا بمقاتلة اليهود أو مقاتلة العلاميين أو مقاتلة المصريين في ذلك الزمان الإله أشور وعدما يخرجون للحرب يرفعون راية آشور عدما يخرج البابلين يرفعون راية آشور راية مردوخ عدما وقبل حمرابي ماذا يفعل عدما مسلة ماذا يقدم قال أن الإله قدم لي مسلة القوانين التي ستحفظ حقوق الجميع وهذه أنا استلمتها وسأكون مشرف عليها وهكذا موسى عدما استلم الألواع قال هذه شريعتنا وبعدين هو صار عصبي وكسرها وبعدين الطونس خثانية هذا موضوع آخر يعني لكن هي هكذا يعني بالتالي فكرة الحروب الدينية كانت قبل الحروب الدينية الحروب حتى وضح الموضوع الحروب الدينية حدثت عندما ظهرت فكرة الدين التوحيدي فبالتالي ظهرت الحركات الدينية داخل أديان التوحيدية وبعد ذلك هذه الحروب الأديان كانت تدعي بأنها ليست أديان قومية كانت تدعي بأن الإله واحد يشمل الجميع وأن هذا الإله المسيح هو وحيد هو الذي يشمل يجب أن يتعبده الجميع هذه خلقة حروب الدينية فيما بينها عدما أصبح الإله يشمل البشرية جميعا وكل من لا يؤمن بهذا الله هو كافر يجب القضاء عليه وهذا الإسلام نفس الحال لكن قبلها كان هناك نوع بحبوحة أنه كل واحد قد الإله مالتواني بالعكس يستغربون الآشورين كانوا عندما يجدون واحد يأمن بالإله مالتواني قل لك هذا ليس شغلك هذا الإله بتاعتنا أنت لا يجوز أن تأخذ الإله وتعبده لهذا السبب هم كانوا يضطرون إلى سبي الشعوب ليش سعبوا اليهود لأنهم لا لا يستغربون فكرة أن يعبدون إله يهو أو يجبرون اليهود على عبادة آش لأن هذا إله شخصي قومي اليهود نفسهم لحد هذا اليوم لا أنا لا 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 العلاقة ما بين إن ده إله قومي بتاع جماعة وما بين العبوذية العلاقة العلاقة إنه لا لا تطلق كانت اسم أو توصيف الحروب الدينية ما قبل الأديان التوحيدية لا توجد حروب دينية ليس لأنه لا توجد حرب بين كانت هناك حروب بين الآلهة وليس حروب بين الأديان لأنه الدين كان دين قومي وليس الدين يشمل البشرية جمعاء كما هو الحال مع الأديان التوحيدية عندما ظهرت الأديان الدينية لكن قبلها كانت الحروب الأديان موجودة أو حروب الآلهة هذا الفرق بين الاسمين هذا قصدي كان الإله هو إله قومي إله جماعة محددة لا يمكن أن تشترك معي به هذا الإله بس في الحالة المسيحية على سبيل المثال السيد البسيح دعا لإله واحد وإله لكل البشر وبدون تمييز يعني مش زي الحالة اليهودية لا بد أن الأمة تبقى يهودية وبع ذلك ما كانش في عنف يعني هو لم يحكم ولم كذا يعني فانت هتفسر ده ازاي في الحالة دية ظهور السيد المسيح ليس تعبير عن عنف لا هو بالعكس المسيح حتى عندما دخل إلى الهيكل قلب موائد السيارة فقال أنتم تبيعون ما أذكر ما قلت شهيرة جدا قال أنتم كذبة السيارة فالكذبة قلب الموائد بطريقة عنيفة يعني الناس قاعدين على باب الله يعني كما نقول بالعبد المسلمين قاعدين بالهيكل الناس تبيعون صرف عملة يعني ليش تقلب هذا عمل عنيف وأيضا قال أنا لما أتي لأركي سلاما أنا لأركي سيفا ما مشهورا أي بس أصبعه وحبلوش السلاح يعني يعني أصبعه وحبلوش السلاح لا من قتل أكمل السؤال بس عشان اللي بسمع لا يعرف أنت هتجاوب عليه السيد المسيح لم يحمل السلاح الحواريين بتوع لم يحمل السلاح وبالتالي هتعتبر المسيحية ازاي تعبير عن العنف أن العنف أنتج المسيحي هتعتبر هتزاي لا عندما تجي للأديان دائما تقدم تبريرات وشكل ملطيف يعني الأديان هي الدين عندما يستخدم طاقة العنف ويستثمرها لابد أن يقدم تبريرات هو أصلا الدين هو الدين بحل ذاته محاولة لتبرير العنف وتمريره واستغلاله واستثماره بالتالي الدين نفسه هو محاولة لتبرير تبرير العنف فبالتالي عندما أنت تجي على المسيحي قل لك الحب والمحبة وما إلى ذلك لكن عندما تجي للواقع تجد من الذي تجد الأديان هناك جماعات دينية كانت الرواقيين مثلا الأبي قوريين كان يدعون إلى السلام والمحبة وإلى التفهم وتقبل الآخر والمانويين أيضا لكن المسيحيين هزموهم كيف هزموهم هزموهم المسيحيين هزموا الأديان الأخرى التي كانت تتصارع معهم لماذا؟ لأنه كان الأعنف وكانوا هم الذين جروا هيباثيا من الشوارع الإسكندرية الفيلسوفة الرياضية بالقرن الرابع الهجري الميلادي قصدي ولحد الآن هم يجرون لحد يعني 200 سنة عندما هزموا بعد الثورة الفرنسية هزمت الكنيسة كانوا يجرون الناس في الشوارع ويحرقونهم بالتهمة أو بأخرى أيها بس هو ده ده استخدام عنيف للدين لكن هو مش موجود عند السيد المسيح موجود طب اشرح لنا موجود إزاي بس عشان اللي بسمعنا عشان اللي بسمعنا مش بالضرورة يعرف نعم حقية القصص اللي انت بتحكيها لو انت هتقدم قدلنا قدمها يعني القصة على بعضها علشان اللي بسمعنا يعرف أنا جاوبتك قلت لك الجماعات المسيحية حتى في وقت مبكر كان جماعات عنيفة جدا حتى فيما بينها يعني حتى لعاقبة في القرن سنة السبعين وخمسين يعني بعد ميلاد المسيح كانت صراعات حادة جدا فيما بينهم من لعاقبة والبولس جماعة بولس وغيرهم بعد ذلك انضمنهم بطرس بعد ذلك قدما صارت المجمع نيقية والإيروسية ها كلها حروب حروب ومصالح وشغل والمذابح في اليمن المسيحيين ضد في اليمن وحتى ذكرها القرآن لأصحاب الأخدود قدما تيجي على إسكندرية من قتل الهيباتية من الذي أغلق المدارس الفلسفية المسيحيين من الذي سيطر بس هو برضو أنت مجلسي على سؤال بس السيد المسيح نفسه لم يدعو للعنف نعم أخبانك يعني ولا ما يدعو للعنف ولا ما يدعو للتأسيس دونة ولا للتأسيس الإمبراطورية يعني تعليعك على دائم هو واحدة من أشهر مقولاتها ما جئت لألقي سلاما إنما جئت لألقي سيفا ما معنى هذا هذا يعني محبة أم عنف ماذا تسميها التأويلات طبعا هو تأمن التأويلات تطلع لك وتبرر لأنه يضمن اللعبة التأويلات هي ضمن اللعبة الدين وبالضرورة أنا لا أتحدث ضد الدين بلنما أنا أصف ما هي الدين وأقول أن الدين هو مظهر المظاهر العنف الكامل داخل البشر يعني ليس الهدف أنه أنا أتحدث ضد الدين وضد المسيحية وضد الإسلام لا أنا أصف الموضوع حتى الناس تأرف وما تدخل على هذه الصورة وبعد ذلك تعرف وتتفهم لماذا الإرهابي يقتل ويدخل المقهى ويفجر نفسه ما الذي يدفعه لهذا لأنه يريد أن يقدم أو يثبت لجماعته بأنه مستعد للتضحية ومستعد لأن يمارس العنف وأن يدعهم يمارسون العنف وينتصرون على آخرين الآن حتى بالعصر حديث كل يعني بني أنت بنت أتفسر يعني حالة زي البوزية يعني زي بوزة يعني بوزة لم يدعو إلى عنف ولا أو إلى ديان اللاسيوية عموما يعني ما فيش فيها إله ولا فيها أنبية بالمعنى اللي احنا نعرفه في البلاد النطقة بالعربية يعني أو في الشرق الأوسط يعني حالة تانية من من الأديان هل دي هل دي تقدر تعتبرها تعبير برضو عن العنف الكائم في الإنسان في المنطقة دي من العالم هو البوزية الحالة يعني المختلفة عن الآخرين التي لم تدعو لها لها وكان هو دين الحادي ممكن تسميته لكن هو متى أصبح دين البوزية ليست دينا بالحقيقة وهنا نخلط بين الأمرين البوزية الأصلية الأساسية التي ابتكرها سد هارتا مهاتما سد هارتا بودا بودا بغابة أوفيليا كانت فلسفة نظر العالم والأشياء ودعوة لكن عندما أصبحت هنا كان من أعلى في الأديان الحروب أربعمائة سنة بينه وبين التاوية في الصين ولحد الفترة الأخيرة في بورما حصلنا الحالي من الذي يذبح يعني يعني أقول لنا الحكاية للي بسمعنا ما يعرفش عن إيه الطوية وما يعرفش عن إيه يعني 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 إحكيها أكتر عشان اللي بسمعنا يعرف من فقط كما نعرف البوذية لم تنتشر تلكين وتم القضاء عليها تقريبا صارت هذا عملية عنيفة طبعا لكن قدم أحد الرهبان البوذيين ذهب إلى الصين وهناك نشر البوذية تحولت إلى دين عندما تحولت إلى دين صارت تحولت فورا إلى الدين عنيف وكان يحاول أن يبشر وحتى يقال بأنه بالقرن الأول الميلادي أرسلوا بأثة تبشيرية إلى الإسكندرية في مصر ودخل هناك التاوية كانت أيضا فلسفة ولم تكن دينا كانت فلسفة وتعاليم أخلاقية وتعاليم علاقة بالعمل وما إلى ذلك والأخلاق العامة لكن عندما دخل التاوية كدين مكتمل الناس انضموا إليه لماذا انضموا إلى البودية لأنهم بحاجة إلى مأسسة العنف بحاجة إلى الإحساس بالانتماء الجماعي بحاجة إلى أن ينموا غريزة العنف داخلهم العنف سؤال أرجو السؤال لك البداية إلى علاقة هذا لماذا الإنسان يحتاج الدين لأنه يحتاج أن ينضم إلى جماعة حتى يكون العنف أضخم وأكبر وأوسع وتأثير أكبر وهذا علاقة بحاجة فريق كرة القدم لماذا يجتمعون معا لماذا تجتمع الجيوش معا وتشكل جيش موحد لأنه قوة وأيضا البودية عندما ظهرت كدين في الصين التاوية بعد فترة تحولت العدين أيضا لأنه شاهدت ما يحدث شاهدت الملايين تدخل في البودية فصارت بعد ذلك اشتعلت الحروف فيما بينهم تقريبا أربع قرون يعني أربع قرون ما بين الطاوية وهي دين جديد يعني وبودية عندما تحولت إلى دين من فلسفة العدين التاوية بناء على هذا اضطرت أن تتحول من فلسفة وفكر إلى دين واشتعلت الحروف فيما بينهم بعد ذلك في فترة غابت من عندي التواريخ باللبط لأن حولتنا من التواريخ إلى الصين مكان بعيد جدا لم يكن في بالي فالفكرة أنه أنا لا أقول دين هذا يعني أنا أعتبر كلمة دين أو مفهوم الدين هي مصطلح بحثي لا وجود لدين بالصورة التي نعرفها الدين بالإسلام إلى مئة معنى وهذا معاني القانون فيقول لك دين الملك مثلا دين الملك هناك دين فرعون يعني قانون فرعون هذا معنى فمعنى القانون وهذا معنى الأبري أيضا فأنا أتحدى الدين أنا أقول بأي جماعة لديها قناعة مشتركة ومجموعة تقاليد ومجموعة تعراف وتشعر بالانتماء إلى بعضها وأنها قوة واحدة مستعدة للمقاومة والدفاع عن نفسها على الآخرين أو حقوق الآخرين هذه اسميها دين يعني فرعون ده تعبير يهود إحنا ما عندناش فرعنا في الحضارة المصرية الأديمة يعني بس أنا ما قلت فرعون فرعون اختراع يهود تسمية صحيح أنا ما قلت فرعون قالت مصر أنا ما عندناش فرعنا ده اختراع يهود للأسف طبعا لا أنا كنت منتبه لها طب يعني أنت بتقول إن لدي أن هي لتاج للعنف وهي المأسسة للعنف وهي المأسسة للعنف وإنت شرعية للعنف بس عدد البشر اللي ماتوا من حروب غير تينية أكبر من عدد البشر اللي ماتوا من حروب تينية يعني شوف اللي ماتوا اللي ماتوا اللي ماتوا اللي قدروا في الحروب الدينية والحرب العالمية الأولى والثانية ليست حروب الدينية نعم صحيح هذا كلام صحيح هي 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 ها يكون مظاهر للعنف مظاهر لحاجة الإنسان داخل الإنسان للعنف فأنا لم أقل بأن العنف يخرج على شكل دين فقط أنا ما قلت هذا العنف الموجود داخل الجماعة البشرية أو الإنسان كفرد هذا العنف ممكن يطلع على شكل دولة علمانية وممكن يطلع على شكل دولة ماركسية أو دولة شعوعية وممكن يطلع على شكل دولة مغولية وممكن يطلع على شكل دولة محمدية أو دولة إسلامية ودولة طالبانية يطلع أشكال مختلفة أنا قلت لك هو بركان الدين يعني هناك بركان تحت حمام ملتهبة الدين هو عبارة عن جماعة بشرية تحت حمام حمام العنف فالعنف موجود داخل البركان وداخل الدين وبالضرورة هناك أرض وهناك إنسان فهو يطلع وإلا لماذا يتبعون هتلر لماذا يتبعون هستالين ما الذي كان يدعو مليون وحد كان يحاربون إيران رغم أن المؤلم الضحايا هم من الشيعة لماذا؟ لأنه بحاجة للعنف ما الذي نجح لأنه يستطيع عندما يكون هنا قائد ويسيطر على الجميع ويتحكم بهم هو بالحقيقة يتحكم بمستوى العنف ويوظف العنف مالتهم باتجاه محدد والدولة العلمانية الآن ما هي الدولة العلمانية؟ الدولة العلمانية فضيلتها الآن ما هي أنها أصبحت قادرة على ترشيد العنف وعلى استثمار العنف العنف ليس بالضرورة داخل إنسان شيء سيء أنا لا أقول هذا الشيء لكن الآن بدأ الإنسان وصل إلى درجة من التطور بحيث أنه هذا المبدأ أصبح ممأسسا ومرتبا ومستثمرا بطريقة جيدة أنا بدلا من ما أنا أشل حروب على الجماعات الأخرى أنا أحاول أن أكون أدواني في معرفة الحقائق أدواني في اكتشاف أسرار الكون وأسرار الحياة وأسرار الطبيعة أكون أيضا أكثر تنافسية في الفوز على الشركات الأخرى في تصنيع مادة معينة أنا أصنع مادة أنا أصنع مادة أفضل منك هذا عمل عدواني وعمل عنيف بالضرورة فبالتالي العنف هو يعني حمم ملتهبة داخل الجماعة البشرية وبحاجة إلى الخروج الدين يأتي سابقا ويستثمر الموضوع الآن الدول العلمانية نظم التربية هي نظم عنيفة بطريقة وبأخرى نظم التربية والتعليم المعاصرة حتى العلمانية طبعا الدينية عنيفة صرف يعني مئة بالمئة يحجبون بنات أمر خمسة سنوات مثلا ويغسلون أدمغة الأطفال هذه عملية عنف عملية عنيفة لكن قدما تيجع الدول العلمانية العلمانية بدأت تفهم الموضوع ستوصل الدول العلمانية الديمقراطية الحرة ولا العلمانية على طراز أتاتورك هذه علمانية علمانية قاسية لكنها أيضا تفرق وتمأسس العنف وتستثمر العنف لكن الفرق بينها وبين الدين أنها أصبحت أكثر يعني أكثر وعيا وقدرة على استثمار العنف بدلا من جعله مادة متفجرة في أي مكان وبأي طريقة كانت هذا الفرق طبعا يعني معنا كده أن الدول العلمانية الديمقراطية نجحت إلى حد إلى حد ما أو إلى حد كبير في استثمار العنف زي ما أنت بتقول طب في حالة البلاد اللاغنبي يعني الناطقة بالعربية أو اللاغنبيتها مسلمين يعني العاقة الدين المهيمن يسيطر على يغسل الأقول بطريقة ممتازة أفضل من غيره يعني هو شاطر في هذه المسألة وهو أيضا شطار توانتك من الآن لأنه الرجال المهيمنين على الدين والذين يتحكمون بمستويات العنف الجماعية فطنوا على خطأ خطأ المسيحيين الكنيسة عندما الكنيسة يعني سمحت للبرجوازين بأن يعملون على مزاجهم وسمحت لهم بأن يتنافسون فيما بينهم وسمحوا للبحث العلمية أن تتطور رغم أنهم طبعا منعوها في البداية وحرقوا وقتلوا لكن كانت كانت تطور الاجتماعي والصناعي في أوروبا الغربية تحديدا كان أكبر من قدرة الكنيسة على مقاومته وهم تغافلوا بصراحة الكنيسة تغافلت عن الموضوع رغم قسوتها رغم محاكم التفتيش لكن تغافلوا عن الموضوع لماذا؟ لأنه عندما الإنسان بدأ لا يحتاج إلى الجماعة الدينية أو الكنيسة بدأ يتمرد عليها مجتمعاتنا رجال الدين أو القوة المهيمة على مجتمعاتنا القوة الدينية والسلطوية والحاكمة فطنوا اللقبة لهذا السبب لا تجد لدينا اقتصادات حقيقية ولن توجد اقتصادات حقيقية في مجتمعاتنا على الإطلاق ولا يمكن أن يسمح لها بأن لأنه عندما يبني اقتصاد حقيقي ويصبح الإنسان قادرا على أنتاج قوته ويجمع أمواله بنفسه عند ذاك سينهار المؤسسات الدينية وتصبح حالها حال الكنيسة الآن ولن يحدث هذا لن يحدث هذا إلا بالثورة عارمة وعلى السلطات الدينية والحاكمة في مجتمعاتنا مجتمعاتنا ستستمر في التخلف والتخلف لدينا هو تخلف مؤسساتي وممنهج ومنظم وليس يعني تخلف مؤسساتي يعني وده ايه علاقته بي يعني الولد رئيس الحالة اللي هو الدين نتاج للعنف ولا العنف نتاج للدين يعني اللي انت صرحت ده حوالي المجتمعات الاغنبيات المسلمين او الاسلامية علاقت ده ده يعني انت سألتنا عن انه لماذا نحن متخلفون بسبب هذا العنف يعني فجوابتك على انه ما الفرق بيننا وبين اوروبا يعني بناء انا جوابت على هذا الموضوع وقلت انه العنف ما معنى ايضا لعلاقة بالعنف انه هاي القوة الحاكمة تمارس العنف يعني تستثمر العنف الموجود داخل الجماعات الدينية وتغذيه وقدما صارت الاحداث في سوريا مثلا استثمروا هذا العنف الموجود داخل الجماعات خاصة من الشباب الخليج وشباب المغرب الشمال افريقيا المغرب والتونس والجزائر استثمروا هاي الرغبة بمارسة العنف عند الشباب هناك وقالوا لهم روح جاهدوا في سوريا وترقى عشرات وروح جاهدوا في الاراق احتلال امريكي استثمروا العنف الموجود المتفاجر داخل الطبيعة البشرية ووجههم الآن بدأوا يتغيرهم قال لك لا الآن نحتاج اشياء اخرى يعني المؤسسات الدينية والنخب الحكمة في البلاد دي ما زالت تستخدم الدين كآذان العنف تقصد هو الدين أصلا يعني هو الدين موجود حتى ينظم العنف يعني هو نتاج العنف فهو الدين هو قناع العنف القناع للعنف الموجود داخل الجماعات البشرية المشكلة هو ان هذا الدين نفسه هو ايضا بعد ذلك يولد العنف ويسيطر على العنف لكن الفرق بين الاثنين انه لك الآن عندنا جماعات يسموهم بالتعبير رجال الدين يسموهم غوغاء او عامة او دهماء تسمية مؤسسة مش من عندي يعني الزام العوام عن القول في علم الكلام حتى عنوين كتب مالغزالي فهو يقول لك هذا العنف غير منظم حاجة الانسان للعنف موجودة الافراد موجودين هذا ولا ماذا نفعل نستخدمهم نختر شيء اسمه دين وهذا الدين بعد ذلك ننظم عاملات مثلا نحركهم عدنا مجموعة مجاميع مصلين نفرض عليهم الصلاة والصوم وتقوس اشكال بحيث مجرد باشارة من الادنى نحركهم فباشارة من الادنى حركهم على طالبان صار هجوم في افغانستان تفقوا مع برجنسكي ارسلو هناك تصريف تصريف لحمم البركانية للدين في اتجاهات المطلوبة وايضا قدما الايرانيين الشيعة يبعثونا الى جنوب لبنان مثلا وهكذا تصريف توزيع تقسيم ادوار العلم في الحالة دي انت تفسيرك في ملايين المصريين خرجوا رفضا باسلام الاخوان والان في صورة في ايران على النوع ده من الاسلام وقبل كده خرج السلطانيين بالملايين وطم الاطاحة بعمر البشير الاخواني يعني تفسيرك بقى في الحالة دي يعني بناء على الطرح اللي انت بتقوله ان الدين تعبير عن العنف يعني او لتاج للعنف ويعاد استخدامه للعنف صح لانه الدين موجود اشكال متختلفة قلت لك من الدين اشكال مختلفة من استثمار العنف العنف موجود داخل الجماعة البشرية هي طاقة موجودة وهذا العنف هناك صراعات الاخوان يتصارع مع السلفية عدهم اتفاقات مع تركيا مع تركيا اردوغان بينما في مصر تذهب تصعد أي تكسيد تلقي القرآن مش تغل هل أنت أخوان قلت لك لا أنا مش أخوان قلت لك تسأل فيي قلت لك بس ستة في إيران خارجين دلوقتي وعبدين صورة عريمة ضد هذا الإسلام العنيف يعني ووضوح يرفضون رفضا قاطعا ممرسة العنف الإسلامي في شكل حجاب أو كذا أو كذا بدليل مثلا يطلع واحد فاطر في رمضان يسحلون بالشارع المثال ده أنا مش فهم مش رحوا أكتر من فضلك يعني التسائل الآن هما ضد العنف الحركات الدينية والناس المؤمنين المتدينين الطيبين الصالحين المسالمين المتسامحين اللي آخر حلاوة هذول الآن كلهم طيبين ويسمحون بأي كلام أنا بقناتي بس أكتب لي كلمتين رأسا نطلع لك سبعين واحد نرجع لمثال إيران لأن يعني عشان نسمعنا أنا بقول لك الستات في إيران أغنبهم خرجوا يتظاهرون ومعاهم دلوقتي رجالة ومعاهم قطاع كبير أو يعني مش غلية من المجتمع الإيراني يرفضون ممارسة العنف الإسلامي بشكل الحجاب وغيره تفسيرك إيه هو لأنه سيطروا على الأنف رجال الدين أو الدين بشكل عام أو المؤسسة الدينية هو تعبير الأدق سيطرت على الأنف واستثمرت الصالحة أريد أوظف الأنف الداخلي أو الحاجة الطاقة التي بداخلي أوظفها بالتجاهة آخر والمؤسسة الدين يقول لك لا لا حق لك أنت لا تصرفها بالتجاهة آخر نحن أنت عبد لنا أنت تابع وعليك أن تستجيب لديننا أي استجابة لدين آخر علماني دين سني دين وهابي دين طالباني هذا تبرخيانة وهذا بالدين الإسلامي موجودة وهذا السؤال لماذا موجودة هذه الأمور لماذا يرفض لأنه تريد تسوي جماعة الجماعة قطيع فهذا القطيع أي شخص يتمرد يعتبر هذا خارج على الجماعة بالتالي العنف يعني فسلت فكرة استثمار العنف عندما أنت تسوي جماعة دينية ويكون هناك قائد لها فترفض أي تداخل فأنت عندما تخرج أمرها هي مو مسألة أمرها طلعت ولا مسألة حجاب هي مسألة هناك تمرد ولا مسألة افطار علني هناك تمرد أساسي على الموضوع هي هنا القضية فقال كان شنو هو هذا اللي يطلع أيضا بالمناسبة يعني عندما يطلعون دولة جماعة ضد الحجاب مثلا هو الحجاب ليس فكرة الحجاب هو ضد المؤسسة الدينية بيأكملها هو شي يريد يريد يبني منظومة المختلفة المتصارعة مع المنظومة المهيمة فبالتالي هذا نوع من أنواع الدين المعاكس أو المعارض للدين المؤسسية المهيمة وهذا الصراع مستمر ورح نشوف نتاجها بالمستقبل ودائما عبر التاريخية هذا الصراع لن يتوقف نهائيا بس بناء على نظريتك بعد كده أن العنف يعني جزء من بنية الإنسان يعني أو من جينات الإنسان ولن يتخلص منها طول ما الحياة موجودة على واحد الأرض يعني أنا فهمت صح أو غلق لا صحيح هذا الكلام لكن الفرق وين إنسان كلما يتطور كلما والآن عندما يتحدث ما الجدوة من هذا الكلام يعني أنت والله وضع لك نظرية تفرحان بها خليها إليك خليت نفعك ممكن أي واحد يقول هذا الكلام لكن أنت قل لك لا أخي أنا أشرح لك ما يحدث لا تصدق بأن هذا الدين هو مقدس ومن الآلهة صدق مش مشكلة لكن عليك أن تفهم ما يجري وتفهم بأنه بداخل الإنسان هناك النوازق للعنف موجودة لا تبررها لا تبررها باسم الدين الدين هو محاولة لتبرير العنف الموجود داخلك وهذا العنف بداخلك هو الذي يحرضك على أن تقتل وأن لا تتسامح ما آخر وهو الذي يجعلك هذا العنف بداخلك الرغبة بالعنف هذا الرغبة أو الحاجة لممارسة العنف بدلا من أن تصرف أو تستثمر هذا العنف الموجود داخلك في اتجاه الآخرين استثمره في اتجاه ذاتك نفسه وتطويره بانما ماذا يفعل الدين يقولك هذا العنف بداخلك هذا يجب أن تستثمره فقط لصالح الجماعة الدينية هناك عنف داخلي هناك شيطان داخلك هذا يحرضك على أن تستمع له هذا معنى آخر هناك نوعان من الطاقة داخل كل إنسان طاقة طاقة للعنف خاصة بالنفس الإنسانية نفسها وهذه الطاقة يستثمره الإنسان لصالحه وهناك طاقة أخرى ممكن أن يبيحها أن الله اشترعه من المؤمنين لأموالهم وأنفسهم يبيحها بعقد مع الإله كما العقد مع اليهود يهوى عقد عقد والشهادة أو يعني على ممال قطع الختان يعني فبالتالي فأنت أمام صراعين أما أنت استثمر العنف أو الرغبة بالعنف أو اللي هي الطاقة أو الحياة التي داخلك لصالحك وتستثمر هذه الذات التي منحت لك مرة واحدة وإلى الأبد أو توظفها وتبيعها إلى مؤسسة دينية مؤسسة تجارية مؤسسة صناعية إلى رب عمل رب أسرة أي شيء لكن هنا يحدث يقول لك لا لا حق لك أن تستثمر ذاتك أن هذه النفس أمارة بالسوء عليك أن تقضي عليها لأن هدفنا أن نشكل جماعة قوية هذا الصراع هو دائما موجود يعني يعني معنى كلامك هل يمكن الأديان أنها تتخلص من العنف يعني هل هذا وارد وارد لكن ليش هذه الأديان هذه الأديان هي مؤسسة على العنف بطريقة محددة وهذا العنف تم تكوينها بأسماء تحت أسماء إله مثلا إله الستين اسمه من أسماء مو الله أسماء أسماء أنيفة 99 وكلها أنيفة تقريبا معظم أسماء إيه أني أنيفة أسماء الله الحسنة مو الله أنيفة أسماء الله أنيفة تجي الآن حتى نرجع شيء عندما نقرأ سيرة محمد رسول محمد الكريم هذا نجد أنه مارس العنف بشكل مفتوح بالعكس أنه ممارسة للعنف هي سبب انتصار الإسلام ولحد هذه اللحظة ممارسة الإسلام للعنف والتبرير للعنف هذا هو لسبب نجاح الدين الإسلام وكل الأديان طبعا الأديان التوحيدية خاصة في رأيك كيف يتخلص الإسلام من فكرة العنف أو المسلمين يتخلصوا من فكرة العنف هذا ممكن يحصل إزاي لا يتخلص الإسلام إذا تغير أي شيء يتغير به يصبح شيء آخر لا يتخلص أنا آسف هذا رأيي أيو والسؤال لأنه قائم على العنف تقتل أفضل ما به يعني إذا تخلص من أفش يبقى به يعني يموت ينقض لأنه مسيطر على الجماعة عن طريق العنف هو مستثمر العنف الموجود داخل هذه الجماعة ويرفض أي محاولة لاستثمارها يعني هناك رأس ما مثلا الآن إمام شيخ شيخ في منطقة مثلا 6 أكتوبر مثلا مسيطر على هذه المنطقة عندي هذا بهذا المنطقة مليون واحد أنا تحت أمري أو يتبعون كلامي وفقهي وفتواي فآن هذول رصيد بالنسبة لي رصيد من الشر كتلة طاقة وطاقة كبيرة جدا ممكن أستثمرها بأشكي مشكلة تأتي جماعة أو تحاول أن تكسبهم باسم العلمانية باسم النشاطات الشباب باسم حرية الإنسان باسم الفان باسم التمثيل هذا تأتي تأخذ من رصيد أي عندك التعيار الرئيسي في اليهودية في العالم يعني عطل الجانب العنيف في المرويات اليهودية المسيحية الأوروبية أو الغربية عطلت الجانب العنيف في الكتاب المقدس يعني وكمان في طائرات إسلامية بتطالب أو شغالة أو يعني بتدعو إلى توقيف أو تعطيل الجانب العنيف في الإسلام هذا يعني مشارية أفكار لأنهم سبب لماذا يتحدثون به التاريخ لأنهم لا يعرفون ما معنى الدين هو لا يعرف هو يعني نرى تلك مثال بالمسيحية الأوروبية المسيحية الغربية خلينا كمل السؤال المسيحية الأوروبية والطيار الرئيسي في اليهودية في العالم محدش بيقول اختلوا السحرات ولا يتجسس ذلك على الأرض في العنف الآن المسيحية المسيحيين واليهود يقولون أن لا يحرقون السحرات بس أنا أقول التاريخ الرئيسي في اليهودية أوكي أوكي بس هو التحديث الزمني هذا الكلام ممكن الآن لكن قبل ألف سنة لم يكن أمر كذلك عندما يعني سمونا واحد عندما لم يعد الدين هو الحاكم أو الفضاء الذي يعيش تحته المؤمنون بدأ يختصيته لكنه ما زال محتفظا بقواه الكاملة نفسها والمؤمنين الذين ما زالوا يؤمنون به ما زالت القواة نفسها المسيحيين نفسهم ما زالت التطرف نفسها موجود لكن الفرق بأنهم الآن في حالة كومون لأن هناك ما هو أقوى منهم يسمي شارلس تيلر الفيلسوف القديمة على أن تنكمش وتعرف حجمها لكنها تعرف دائما بأن هذا الفضاء العلماني هو أكبر أعداءها ويجب أن تخضي عليه لأنه لا يتفقان مع بعضهما على الإطلاق لأنه كلاهما متشابهان في الآلية العمل في خلق فضاء فضاء لا يمكن أن يندمج فضاء المعلماني مع الفضاء الديني لأنه فضاء مهيمن يسيطر على كل يدخل في كل التفاصيل يدخل في المدرسة يدخل في الأكل يدخل في الكلام في الحوار يدخل في كل شيء والدين كذلك يدخل في كل شيء فبالتالي هؤلاء لا يلتقي يعني متنافسان متخاصمان إلى الأبد والفرق بينكم بسيط هذا يبدأ من الأرض بك يبدأ من الغيب والذي يبدأ من الأرض يعني بيحاول زي ما يعمل استثمار إيجابي لطاقة العنف الكاملة قوة الإنسان هو استثمرها بالبداية بالحروب العالمية الأولى والثانية استثمرها بطريقة سيئة والباللائكية الفرنسية لكن الألمانية عدتها قدرة على أن تتطور وتحسن وتراجع ذاتها تراجع منطقها وخطابها والعملية مستمرة على عكس الدين الدين لا يستطيع مراجعة نفسه مراجعة أسسه لا تصدق أن هناك مراجعة أنا لا أوجه الكلام لك صديقي لكن أقصد لا أدعو أحد أن يصدق هذه التهمة يكفي الآن ما الذي تغير يعني أقرارك مرجريوث ماذا قال عن شخصية الرسول مثلا تسمح لي أقرارك آها صدق مثلا ماذا يقول مرجريوث أدك مشهور هذا إنساكليوديا of religion and ethics هذا فوليوم الثامن الصفحة 800 مرجريوث مرجريوث مستشرق مشهور جدا دكتور مرجريوث توفى أعتقد ما أذكره الضبط توفى قبل مئة سنة تقريبا فماذا يقول يقول أقدم أثر وصلنا عن سيرة الرسول كتبه محمد بن سحاق واللي مات سنة 788 أي بعد 130 سنة من وفاة النبي هذا الكتاب طبعا هو اختصر بعد ذلك ابن هشام سمى التهذيب ورفع من عندما يعتقد أنه يسيء لسيرة الرسول بالحقيقة هو أبقى ما يعتبره غير مسيء غير مسيء فلنقرأ ما يعتبره ابن هشام غير مسيء ماذا يقول مرجريوث يقول أنا أستغرب أقول أنه حول سجايا النبي فقال الغريب أنه ابن هشام ينقل لنا بعد التهذيب سيرة سجايا الرسول أنها يعني بدون أي شيء سجايا سلبية ماذا يقول يقول أنه شخصية محمد التي جاء وصفها في سيرة ابن هشام سلبية إلى حد بعيد فهو لا يتورع عن وسيلة لكي ينال غايته ويصادق على أن أدام ضمير أطبائه حينما تمارس في مصلحته وإذ كان قد انتفع إلى الحد الأقصى من مرؤة المكيين فأنه نادرا ما قابلها بالمثل كان ينظم الاختيالات والمجازر على نطاق واسئ وأن سيرته في المدينة هي أنه زعيم لصوص هذا حسب تعبيره لا أحد يقوليني ما أقول الذي تتشكل سياسته الاقتصادية من تأمين الغنائم وتقسيمها في بعض الأحيان كانت تجري قسمة الغنائم وفق اعتبارات لم تكن ترضي فكرة أنصاره حول العدالة أنه نفسه كان خليعا طليق العنان ويشجأ نفس الهوى لدى أتباعه حسب تعبير مارك اليوث وبغض النظر عن الفعل الذي كان يقوم به فأنه كان على أهبة الاستعداد لتبريره بتفويض إلهي خاص وعلى أي حال من المستحيل أن نجد أي مبدأ لم يكن يستعد ليتنازل عنه من أجل الضمان الغاية السياسية وعندما فاصل مختلفة من حياته تخلى عن وهدانية الإله ودعواه بلقب النبوة يعني هذا قوله وهذه صورة بغضة لمؤسس الدين ولا يمكن تبريرها بأنها صورة رسمتها ريشة عدو لهذا السبب كان اسم ابن إسحاق واقعا في اعتبار اعتبار متدن لدى التقليديين الكلاسيكيين للقرن الثالث الهجري وإن لم يحاولوا تكذيب هذه الأجزاء من السيرة التي تحتوي على التفاصيل الأشد وجعا حول شخصية نبيهم ويقول نادرا يعني يلمه ماركريوث إلى جانب في صالح هذه السيرة التي نقلها ابن هشام يقول ذلك أن هذه السيرة نادرا ما كانت تلجأ إلى الخوارق وحتى عندما تقدم المؤجزة فأن ذلك لا يظهر أنها تؤثر على السببية هذا الكلام يوضح يعني ليس القصد من أنه إلى سيرة الرسول لا بالعكس أنا أعتقد هذه السيرة هي التي راقت لأنفس الناس والتي وفرت جانب كبير أو استثمر الجانب كبير من العنف داخلهم أن هذه السجاية هي التي كانت مفضلة وما زالت في الحالة دي رأيك الوضع في البلاد الإسلامية يعني مستقبله إيه أو يتحل إزاي هو لا يعني الحال أنه نفهم أنه الدين هو جزء يوفر الجانب يستثمر العنف وأننا أن الدين ده وصف المشكلة وإنت شرحته أنا أتكلم لا أول أنا أقول لك هذا الحال الناس نفهم بأن الدين هو مظهر يعني طريقة من طرق السيطرة على العنف بالتالي علينا أن نراجع هذا الدين بحيث يتم استثمار العنف طاقة العنف الموجود داخل الإنسان أو الكائن البشري بطريقة إيجابية تتوافق مع مستلزمات الدين وما لا يعني نجري عملية مصالحة بين الأمرين ونفهم بأن الأمر بأكمله عبارة عن استثمار للأنف الموجود داخل الكائن البشري هاي هي القضية نفهم هذا الموضوع بدلا من أن الدعي على العكس ماذا نفعل نفعل العكس هذا ماذا نفعل نقول هذه أوامر الله ويجب أن يخضع لها الجميع ولا نقاش ولا جدال ولا أي شيء والذي يخرج إلى الشارع مفطر هذا اعتداء على الدين وجريمة لا يجب هذا الكلام سبب لماذا لأننا نأتقد أن هذا الدين أتى جاهزا من الفضاء أو من السماء ولا يجوز لأحد أن يناقش ويجادل فيه عندما نفهم بأن هذا الدين هو محاولة لتقديم ومأسس التأزع بوليتيكا يعني محاولة تسييس العنف والسيطرة عليها وتنظيمها وجعلها يصب في قنوات يعني أنت بطالب يعني الحد بالصياغة تانية أن الناس تتخلى عن إيمانها الإسلامي والمسيحي واليهودي في البلاد أو الأديان عموما في البلاد فهذا الحد في رأيك؟ لا لا أنا ما أدعو لأحد يتخلى عن الإيمان لا بالعكس الدين مسألة أساسية ضرورية لكل جماعة بشرية لا بد من وجود نظام للألاقات يجمع الجماعة إن تغير هذا الدين سيأتي دين ما حله لا بالشك الدين حاجة أساسية العنف حاجة أساسية وليس الدين العنف حاجة أساسية للدين الدين الذي يريد أن يستمر الآن في هذا العصر علي أن لا يستمر بطريقة التي ظهر فيها بأيام الرسول وأيام الخلفاء الذين لم يتركوا وسيلة ممارسة للعنف لم يفعلوها حروب الردة وغيرها وحتى عمر وغير العنف الذي استمع يعني الصحابة بيكونوا عبارة عن صيرة رجال عنيفين فهذا السيرة القديمة للدين التي تعتمد على العنف الجارف والكاسح للآخرين هذا يجب أن يتغير ويصبح هذا العنف بدلاً من أن تشتاح الآخرين وتفتح البلدان وتسبي وتنهب وتقتل عليك أن تفتح العقول وهذه عملية أيضاً عنيفة عليك أن تبتكر عليك أن تصنع عليك أن توظف هذا العنف والطاقة الموجودة داخل الإنسان فيما ينفع الإنسان أو الجماعة يعني في علاقة للجماعة مثل الإنسان ينفع الجماعة ويصبح هذا الدين بدلاً من استثمار يعني العنف الدموي المجازر البشعة يستثمرها على العنف والطاقة كما تفعل الدور الغربي الآن في مجال الابتكار والعلم والتقنية والاكتشاف والتسامح بالأكس التسامح هي عملية عنيفة بالمناسبة التسامح عملية عنيفة أخطر وأصعب من العنف الذي يبتكره الدين التسامح الديني عملية عنيفة بأضعاف مضاعفة لهذا السبب لهذا السبب نحن ليش نتفسر أنه الدين سهل والله واحد يقول أننا راح أصلي يعني هو يعني اكتشف نظرية أنشتاين أو أي واحد يقدر يصلي أي واحد يعني مش عملية متحدة يصلي ويصوم ويعتبر أنه أنجز المنجزات العظيمة وأنه الآن أصبح إلى مرتبة العالم الفاهم النحرير العرم رم لا هي أسهل شي يعني مثل الأكل والشرب يعني يصلي وتأدي الفرائض داخل الجماعة الدينية لكن عندما أنت تكون متسامح وتتفهم العالم وتتفهم ما يحصل وتتفهم اختلاف الآخرين وأن تصبر وتصمد وتعتبر أنه دينك وأن تتسامح وليس أن تمارس العنف هذا هو الدين الذي بذلك سيكون قوي جدا ورصين ويكون أفراده على درجة من الوعي والدراية والمعرفة والحنكة والحكمة طيب لو حبنا نلخص الحالة دي في واحد اثنين ثلاثة في نقط للي بيسمع لولي صديق نول يعني أنا برأيي أنه نحن يعني حتى أقول لك نظرة عامة أنه أقول بأنه هنا يعني أقول بس أشوف الفكرة يعني أنه الدين بالضرورة هو ليس نتيجة العنف إنما هو الوسيلة المطلة لابتكرتها البشرية لتفريق شنهة العنف داخل الإنسان وهذه شنهة العنف يجب علينا أن نعرف بأنها لا تقتصر على ممارسة العنف العدواني القتل والسلب والنهب والرفض الوجود الآخرين وإنكار وجودهم وتكفيرهم لا هذا العنف ممكن أن يكون من خلال منافسة مع الآخرين عن طريق الفن أعظم وسيلة لتفريق هذه الشحنة كذلك أن نلعب معا نتنافس أن نفكر معا أن نكتب شعرا مثلا أن نمارس رياضة وهوايات مختلفة هذه كلها كانت وسائل غير متاحة سابقا في الزمان القديمة الزمن القديم كان الدين هو الوسيلة التي تسير العنف لم تكن هناك وسائل كثيرة العنف الموجود داخل الإنسان كان الدين استثمرا الآن أصبحت هناك وسائل كثيرة لاستثمار العنف الموجود داخل الإنسان كان الدين يعني جانب وحيد تقريبا لاستثمار هذا العنف الآن هناك عشرات الطرق لاستثمار هذه الطاقة العنيفة داخل الإنسان والتي تطلب ممارسة العنف وبالتالي أصبح الآن بنى الإمكان أن نوجه هذه الطاقة بدلا من أن الإنسان القديم كان يولد ويجد نفسه تضمي جماعة دينية ولا يجد أي مجال التي تصل في الطاقة العنف داخله إلا عبر الدين الموجود الآن تولد ويداك عشرات الطرق بل آلاف الطرق لاستثمار الطاقة الموجودة داخله هذا هو الفرق بين الزمن القديم والزمن المعاصر وعلى رجال الدين والمؤمنين جميعا أن يدركوا هذا الفرق هذا الفرق لم يعد بالإمكان أن يتخلصوا منه هذا الفرق موجود إنكار سيضر بهم أكثر ما يعتقدون ربما ينتصرون في معركة وقتية الآن هنا أو هناك لكنهم سيخسرون في النهاية إن لم يراجعوا عنفسهم ويفهموا هذه الحقيقة شكرا جزيلا صديقي الكبير منصور الناصر شكرا جزيلا على الحالة المهمة شرفتني ونورتني شكرا جزيلا شكرا جزيلا أشكرك وشكرا لإستضافتك وأتمنى أسمع راكم بالتأكيد هذه أفكار يعني قابلة للمراجعة ولن أدعي أنها يعني لا يأتيها الباطل من قدام وخلاف لكن بالعكس أتمنى الأصدقاء في قناتك أن يكتبون تعليقاتهم ويرفضون ما أقول لكن بطريقة عنيفة لا بأ يعني أيضا راح يطلع لأن يستخدمون الأنف ويتحججون بإسم الدين أتمنى أن ينتبهون أن يسمعون جيدا ما قلت ولا يمارسون الأنف في تعليقاتهم شكرا جزيلا أكيد مع السلام